بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يخضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها يعني ربنا بيعرفه نعمته فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جري فقد خيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال أنك عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت في سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال أنك جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي به في النار هذا حديث هام جدا يوضح خطورة النية النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ليس بشكلها وبمظهرها وبحجمها ودقى أبدا العمل بالنية ماذا كنت تنوي وأنت تعمل عمل ما كان في قلبك يراه الله عز وجل ويعلمه وهذا حديث الحقي يبين أن أفضل الأعمال وأشرفه عند الله عز وجل في المنزلة القتال في سبيل الله الجهاد الزرورة سلام الإسلام والذي مات في سبيل الله لا يعدل أحد أبدا يوم الشهيد وهذا الذي قد تعلم العلم وتعلم القرآن وهذا الذي أنفق ماله في سبيل الله هذه الأعمال العظيمة هي أعظم الدرجات منزلة عند الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم يدخلون بها النهار شوف عمر خطير جدا يدخلون بها النهار لماذا؟ لأن هذه العمادات والطاعات لم تكن لله كانت حسما وصرفا لأنفسهم حتى يقال أنه شريء للمقاتل وحتى يقال أنه إنسان سخي أو إنسان ينفق في سبيل الله يبقى أن نيته كانت ليست الله يبدأ أعمال طاعات وأعمال عبادات كان المقصود منها الناس كان المقصود منها السمعة الشهرة فإنه يأسم عليها هناك أعمال صالحة لم تعمل وأخذيها يأخذون أجر عليها كما قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أحد غزواتهم يقاتلون في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا لهم خارج المدينة بجهده في سبيل الله رسول بقوله إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي لوحة أخرى حبسهم العزر يعني هؤلاء ينامون على إسرتهم وأخذون أجر مجاهدين لأن النية أصلا أنه يريد أن يجاهد في سبيل الله ولكن حبسه العزر فبسألة النية مسألة في غاية الأهمية والخطورة حسن الخاتمة في الدنيا مرتبطة بالنية كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا دراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يعني رجل ظل طول حياته يعمل بعمل أهل الجنة وقبل ما يموت سأت خاتمته وعمل بعمل أهل النار ودخلها لا هذا حديث مهم جدا في حديث آخر بيوضح المعنى بيقول له ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يبقى النية مش لله النية كانت للسمعة كانت للشهرة والقضية في غاية الخطورة هي مسألة الرياء لبعض الناس الحقيقة بيعمل عمل صالح ويبتقي بها وقه الله ولكن الشيطان بيدخله أثناء العمل يبقى يخلي إيه يبقى يخلي إيه الهدف لله والناس أو الهدف لله وسمعته أو شهرته أو حتى يقال أنه إنسان صالح يبقى هنا يحبط العمل ولكن لا يأخذ عليه وزر في فرق ما بين حاجتين الذي يذكر فيه من الحديث هو بيعمل عمل كله ليس لله لا ده فيه واحد بيعمل العمل ده لله ولنفسه أو لله وللشهرة أو لله ولسمعه ده لا يأخذ اسم ولكن يحبط العمل الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث الكبسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك بمن فعلش يتشتك مع ربنا عمل صالح عبدا أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو كله له وكنت منه بريء يبقى ربنا عز وجل أغنى الأغنية عن الشرك من فعلش تعمل عمل صالح لربنا ولسمعه تكلا من فعلش يحبط هذا العمل لأن ربنا غني وسبحانه وتعالى قال من أشرك في هذا العمل الصالح معي أحد غيري فأنا بريء من ذلك فهو لواني من أشرك وينبغي أن نعلم سمام العلم أن الصحابة رضون الله عليهم كانوا حالسين لكل الحرص أن يكون العمل كله لله سبحانه وتعالى حتى أيضا التابعين العام الشافعي يعني عندما علم العلم وما شاء الله علمه انتشر لأن استعالى العام الشافعي أن يوفق بين مدرسة مدرسة الحديث ومدرسة الرأي وتغنى الناس بعلم ماذا قال قال وددت أن الناس قد تعلموا هذا العلم ليس مني سبحان الله لماذا لأنه يخشى من قضية السمعة والرياء وأن يكون محمودا بين الناس لأن هذا يبطل عمل الصالح كانوا في غزة من الغزوات واستعصى عليهم أن يعبروا إلى الطرف الآخر وفي الصباح وجد أمير الجيش فتحة مفتوحة فتسلل منها المجاهدون في سبيل الله وعبروا إلى الجهة الأخرى وربنا ننصرهم بهذه الفتحة ولكن قائد الجيوش يريد أن يكافئ هذا الذي ظل الليلة كله يفحر هذه الفحرة حتى كان السبب في النصر فقال يا صاحب النقب يعني يا صاحب الفتحة اخرج حتى نكافئك فلم يخرج أحد فجاء بعد صلاة العصر يا صاحب النقب فلم يخرج أحد وبعد صلاة المغرب والعشاء يا صاحب النقب أتعبتنا أخرج من بين الناس حتى نكافئك فلم يخرج أحد وفي ظلمة الليل البهيم لما الليل بقى أظلم بعد نص الليل جاء صاحب النقب ملسم حاطة على والشغطاء وعطيره دهره بقول له ولصاحب النقب صحاب النوبة قال له ولصاحب النقب عليك شروط اولا لا تسألني عن اسمي ثانيا لا اريد منك جزاء من ذلك ولا اريدك ان تعرف وجهي هل لك امر هل تريد مني شيء تعجب يعني وقال له جزاك الله خيرا وكان امير الجيش يدعو الله عز جالي يقول اللهم احشرني مع صاحب النقب لانه حريص ان يكون العمل خالص لله عز وجل فتكون له المنزلة العظيمة العليا وكلما كان العمل لله اخلص كلما كان درجته اعظم لان الحقيقة تتعازم الاعمال عند الله عز وجل بالنيات النبي محمد يقول لحديث هام بضغط الاهمية قال العلماء انه عليه نصف العلم انما الاعمال بالنيات يعني اعظم العمل او قلته عند الله عز وجل او احباطه تماما ليس له قيمة بالنية الصادقة فالانسان ينبغي ان يكون حريصا ان يخلص نيته الله عز وجل قبل العمل واثناء العمل وبعد العمل لان اشتاب ممكن بعد العمل يحاول يجعل الشخص رائي يعني ايه رائي تيرى الناس ذلك بل ينبغي ان يكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون اشتركوا في القناة